اشتركوا في القناة لسه فيه اخطار كتيرة لازم نواف قصادها بالقوة لكن ايه اللي هيحصل بعد كده هنعرف ان شاء الله يوم 14 مايو مع نزول لعبة ريشتو ريشتو لعبة من تطوير افلانش استوديوز اللي بيعملوا لعبة جاست كوز هم مشهورين جدا بان هم يقدروا يصمموا عالم جميل اوي مليان بالاكشن والدمار لكن تحت اشراف استوديو اي دي سوفتوير اعرق واقدم واكسر الاستوديوهات خبرة مشهورين جدا بانهم احسن استوديو بيعمل اللعب تصويب من منظور الشخص الاول هم كمان اول استوديو عمل لعبة من منظور الشخص الاول اللي هي لعبة دوم هم حاليا بيعملوا برضو دوم وغلفونشتين فالاستوديوهين دول مع بعض هيكونوا ممتازين ان هم يعملوا الجزء الجديد من ريش بس هاللي النتيجة هتكون كويسة هوادلا لا مش هنعرف لحد ما نجرب اللعبة لكن ممكن نقولكوا بعض من توقعاتنا عن اللعبة نتوقع ان عالم اللعبة هكون منوع ومختلف احنا عارفين ان جزء من الخريطة صحراء وجزء تاني غابة واللي اعتقده هو ان الصحراء هكون هاي الجزء الاكبر والغاب هكون جزء صغير لكن هكون في تنوع في تصميم المناطب بحيث ان كلها فعلا هيكون صحراء بس هكون في اماكن مفتوحة مثلا او اماكن صخرية بعض الاماكن هكون تصميمها مميز لان دي حاجة افرانش استوديوز كويسين اوي فيها العربيات احنا شفنا ان العربيات جزء كبير من اللعبة في المطردات وفي بعض المهمات مخصوصة لها وكمان للتنقل في عالم اللعبة الواسع واللي هخديني شبه متأكد ان الانشطة مش هتكون بكثافة في العالم لكنها هتكون كتيرة وهتعتمد على العربية عشان تتحرك ما بين الاماكن اللي فيها انشطة واللي بالتالي هخديني لحاجات الجانبية اللي بتحصلك بشكل مفاجئ بتحصل على الطرق وانت سايق زي مثلا سيارات اعداء ماشيين هتقابلهم بالصدفة عشان ما تبقاش سواقة حاجة مملة معتقدش ان هكون في عربات كتير قوي لكن هكون في عدد مقبول مثلا حوالي 12 عربية حاجة في الرينجي ده بس هكونوا عربات منوعة جدا ومختلفة منها السريع ومنها اللي كويس في القتال بالنسبة بعد القتال في اللعبة فاللعبة متأسمة لحاجتين اساسيتين هما الاسلحة والتصويب والمهارات وده ممكن يخلينا نتوقع ان فيش اخصيات او كلاسس مختلفة واحنا شفنا منهم واحد بس في التريلر اول اللي شفناه في التريلر ده هو الديفولت وممكن تغير جوا اللعبة عن طريق حاجات بريستخدمها كأنها ابجريد لان القدرات بباتاتك دي عبارة عن تعديلات ميكينيكية بتلبسها فمنطقي انها تكون تتغير جوا اللعبة بسهولة وتبقى مهارات القتالية المختلفة حاجة ممكن تبدلها ومتوقعش ان هيكون عددهم كبير برضو لكن اتوقع ان يكون بينهم فرقات كبيرة بيتغير اسلوب القتال بشكل محوري وده عموما هيبقى افضل ان الحاجات تكون معمولة كويس وبفرقات وتأثيرات واضحة احسن ما يكون عددها كبير الاسلحة برضو نفس الموضوع عددهم مش هيكون كبير لكن اكون في بينهم فرقات واضحة جدا ودي حاجة انا شابي متأكد منها من التريلر وكمان من اسلوب التطوير بتاع ايدي سوفتوير في الاسلحة من الاسلحة اللي عملوها في دوم او ولفنشتين فما فيش رشاشين مثلا شباه بعض كل اسلح مختلف تماما بشكل محوري وشكل جذري عن غيره واللي بيخلي تصويب في اللعبة منوع بشكل كبير وده السبب الرئيسي عموما اللي بيخلي ايدي سوفتوير احسن وستوديو بيعمل انظمة تصويب فهيكون في رشاش عادي هكون في مسدس بيعمل طلقة بتنفجر في اسلح بيدرب طلقة بتلزق في الاعداء وبعدين بتعمل حاجة زي مغلسيس كده بيشد الاعداء في اتجاهه يموتهم من الخبطة او يطيرهم بعيد ففي تنوع واضح في ميكانيكس الاسلحة فالاختراف الكبير اللي توقع ان هكون في المهارات مع الاختراف الكبير اللي في الاسلحة برضو وكمان اسلوب القتال بيخلي الكومبا بتاع ريشته ممتع جدا وممكن يعوضنا عن حاجة زي ان السواء مثلا ممكن تكون مملة لاني الان من النقطة دي واتمنى يكون في مفاجأة في اللعبة تخلي التنقل في العالم مش حاجة وحشة او حاجة مملة بالنسبة لمهمات ما اتوقعش ان المهمات القصة هتكون كتير قوي واتوقع برضو ان القصة هتكون بتمشي في مصار واحد بس نفيش اي اختراف هتعملها فاللعبة هتعتمد بشكل اساسي على انشطة فرائية في العالم لان انشطة دي هتكون متشابهة بشكل كبير لكن اتوقع ان المهمات الاساسية هتكون منوعة ومميزة جدا لان ده بينطبق مع بايع عوامل اللعبة زي الاسلحة والسيارات والمهارات فكل حاجة في اللعبة ما اتوقعش ان هتكون في منها عدد كبير قوي لكن عدد قليل بس الفرق ما بينهم كبير جدا واللي هكون السبب في تنوع كبير في اسلوب اللعبة لان ان التنوع ده لو مش موجود بسهولة جدا اللعبة ممكن تتحول لحاجة محبطة لان التوقعات عليها عالية جدا حاجة اخيرة عايزة اتكلم عنها وهي ID Universe ودي نظرية اللعبين طلعوا بيها في جيم بلاي نزل بشكل حصري على قناة IGN للعبة ريش 2 بينتهي بسلاح بي اف جي 9000 بتاع دوم وده اقوى سلاح موجود في لعبة دوم وعلامة موايزة من علامات دوم وده اثار نظرات قديمة بتقول ان المطور ID Software عنده عالم بتاعه في كل العابه بالاخص اللعبتين اساسين بتاعهم هو دوم وولفنشتاين فيقال ان دوم وولفنشتاين في نفس العالم بالاخص ان في بعض الاستر ايجز في العاب وولفنشتاين في هرموز لدوم زي لعب على شكل وحش من لحوش دوم موجودة جوا اللعبة وكمان في جمل كان برتقال فولفنشتاين ان هو ناوي ودي النازيين في الجحيم ففي ناس اعتقد ان هو هنا بيتكلم بشكل حرفي وهيوديهم فعلا في الجحيم وده مش مجرد تعبير بالاخص بعد الاعلان عن دوم اترنال اللي كان فيها مباني على كوكب الارض في الجحيم ففي نظرية قوية جدا لها بعض الاثباتات ان دوم وولفنشتاين في نفس العالم واحتمال احلاثهم تتلقى في وقت ما ودلوقتي تنضم ليهم لعبة ريش 2 بشكل واضح جدا بسبب السلاح المشترك بين اللعبتين واحتمال يكون فيه كروس اوفرز في حاجات تانية جوه اللعبة لسه منعرفش بالزبط فاخلال السنين اللي جاي دي نتوقع ان الالعاب اي دي سوفت وير كلها مع بعضها يكون لها قصة كبيرة جدا بتربط كل الالعابهم ببعضها واحتمال يكون منها ريش كمان احنا كده نكون مصنع لهاية الفيديو بتاعنا بس قبل ما ننهي الفيديو عايزين نرد على كومنت جالنا من وي ار جيمرز بيسألنا الانجين بتاع الالعاب بيكلف قد ايه لان فيش اركات كتيرة بتكسب فروس كتير قوي ومش بيغير الانجين بتاعهم بص هو محركات الالعاب هي اكتر سوفت وير معقد معروف للبشر وعملية تصنيع بتاعته صعبة جدا ومكلفة جدا ومعقدة جدا وبمناسبة الانجين هو اللي بيحد قيمة الاستوديو فالسطوري تطوير الكبير اللي قيمته عالية ده بيكون بسبب المحرك بتاعه عشان كده استوديوهات كتير امطورين كتير بيحافظوا عن محركات بتاعتهم ومبيخلوش اي حد غيرهم خالص يستخدمها وبتكون سر كبير جدا بالنسبة لهم لو تفتكر اول لما هديو كيجيما انضم لسوني جي ستوديو جوريلا جيمز ادى لستوديو كيجيما بوردكشنز الانجين بتاعه اللي هو دي سما انجين عشان يعمل لعبته الجديدة ودي كانت خطوة كبيرة جدا جدا لدرجة مهولة وتعتبر اغلى هدايا في العالم الانجين عموما بيبني على اللعبة وده بيعتمم بشكل اساسي على اضافات اللي المطار بيبرمجها او براجينز اللي بيستخدمها عشان يبني لعبته جوة الانجين عشان كده ممكن تلاقي انجين زي فراست بايت بيعمل لعبتين مختلفين عن بعض زي فيفا وباتلفيلد لان اللي بيشكل شكل اللعبة هو شغل للستوديو على الانجين فمكن يبقى نفس الانجين يعمل لعبتين مختلفين خالص عن بعض زي مثلا نغرين الانجين فور معمول بي لعبة باب جي وبرضو معمول بي لعبة فورتنايت مع ان الفرق المرئي ما بينهم مهول جدا ومسحيل حد يتوقع ان هما نفس الانجين الموضوع عموما كبير قوي وليها بعاد كتيرة جدا ولو عايزنا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل قلنانا في الكومنتات ولو في ناس كتير ترابط هنعمل فيديو مخصصص عن الموضوع ده هنتكلم فيه عن الانجينز بتماعهم اكتر يا رب اذا عجبك في فيديو تعمل لايك اشتركوا في القناة امار شوفنا بالحدي الفيديو اللي جاي السلام